تعود القمة الأفريقية للانعقاد في مقرها بأديس أبابا وقد استعادت أثيوبيا هدوءها بعد حرب نحلية استمرت قرابة العامين في إقليم تيجراي شوارع أديس أبابا اكتست زينتها استعداداً لاستضافة زعماء الاتحاد الأفريقي هذه فرصة للقادة الأفريقى لبحث قضايا القارة بجدية ونحن ممتنون لهم على تضامنهم معنا حينما كان بلدنا يمر بظروف مأساوية خلال العامين الآخرين لقد انتهى هذا النزاع بفضل حلول إفريقية لمشكلة إفريقية والآن نحن سعادا باستضافة 51 وفداً وزعماء 34 بلداً إفريقياً ويظل موضوع الإرهاب والنزاعات والتغيرات المناخية والأزمات الاقتصادية التي تعاني منها القارة الأفريقية من أبرز الملفات التي تتكرر تقريباً في كل قمة يعقدها الاتحاد هناك العديد من التحديات في شمال وشرق وجنوب القارة الأفريقية تحديات أمنية وملفات اقتصادية فضلاً عن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وهي قضايا تتطلب حلولاً سريعة من قبل القادة الأفريقية القارة الأفريقية التي تعتمد في أكثر من 70% من مواردها على الزراعة تأمل أن تتم معالجة قضايا الأمن الغذائي والبطالة والفقرة إلا أن هذا الأمل ذاته تشبث به الأفارقة خلال قمة من عدة للاتحاد ولم يتحقق منه الكثير ويخشى المراقبون أن يؤدي الاستمرار في العجز عن تحقيقه إلى انفلاتات إضافية بالنظر لتداعيات أزمة أوكرانيا على اقتصاديات البلدان الفقيرة جابر منصور سكاينيوز عربية أديسة بابا ترجمة نانسي قنقر